يعني الصحة هي أفضل ما أنا عم الله سبحانه وتعالى علينا بيها كمان حث الإنسان على أنه يحافظ عليها وعدم الإضرار بيها في المقابل بنشوف للأسف ناس كثير بتدمر صحتها بأيديها وتلاقيهم مهملين فيها يعني في ناس بالتأكيد حواريسة نتخلي بالها من نفسها لكن في ناس تانية للأسف بتضر بالقصد كده بنفسها زي البعض اللي بيتناول المخدرات بعض تاني بيأكل أكل مثلا طول الوقت غير صحي بيدمر نفسه ما بيهتمش بصحته كيفية الحفاظ على صحة الإنسان هل الإنسان بيتحاسب على ده بتحاسب أنه هو بيضر بصحته يعني طب وإيه مدى الإضرار بداية يا محمد يعني أسئلة كثيرة أوي هل ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا أن نحن بنخدش بالنا من نفسنا من صحتنا بس أنت يعني من مقاصد الشريعة حفظ النفس ده مقصد أهم وهو من مقاصد الأولى للشريعة حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الجسد كل دي من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية حكم الإنسان اللي بيضر بشكل عمدي بصحته بيهمل بصحته هل بيساءل بيحاسب على ده ده اللي حنتعرف عليه من مولانا الشيخ عبد الرحمن محمد عبدالصادق عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية اللي منورنا وشرفنا في الفقرة الدينية لصباح الخير يا مصر يوم الجمعة أهلا بك أهلا بحضرتك ومشاهدين زي ما احنا عارفين دايما أنه حفظ النفس مقصد أساسي من مقاصد الشريعة إلى جانب طبعا حفظ العقل والمال بشكل أساسي نتكلم عن هذا المقصد أهمية أن تحافظ على جسدك ونفسك كحفظ وكمقصد أساسي من مقاصد الشريعة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد زي ما حضرتك تفضلت أن الشريعة جات لحفظ صحة الإنسان لأن بالإنسان هتكون كل المقومات اللي المطلوب من الإنسان يقوم بيها من عمران من عبادة من كل حاجة ممكن هو يطالب بيها لابد أنه يكون عنده من الصحة ما يمكنه أن يقوم بهذه التكاليف ولذلك العلماء يقولوا أن مقصد حفظ صحة الإنسان ده مقصد المقاصد بمعنى إيه أن أنا عشان أحفظ هذه النفس لابد أن أنا أحفظ النفس وأحفظ العقل وأحفظ ما يكون من هذا الإنسان من نسل ومن أجيال ثم يأتي بعد ذلك حفظ الدين وحفظ المال لن يكون حفظ للدين وحفظ للمال إلا بصحة جيدة وبسلامة الحواس الإنسان وبذلك يقدر أنه يسعى في هذه الحياة عمران وتفاعل وتأثير إيجابي ونفع إيجابي ومن هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على هذه النعمة العظيمة وإن في كثير يهمل فيها وإن في كثير لا يقدرها حق قدرة فيقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني الكلام الجميل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الإنسان بتاجر ورأس ماله هو الصحة والوقت إذا استثمر هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى أكيد هيكون من الربحين ضيع وأهمل لا شك أنه هو هيخسر رأس ماله وهيروح سودا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على اغتنام هذه النعمة ويقول اغتنم خمسا قبل خمس ويذكر منها صلى الله عليه وسلم واخذ واغتنم من صحتك لمرضك واغتنم العافية في وقت العافية قبل أن تأتي الآفات أو المعوقات التي تعوق الإنسان عن أنه يسعى في هذه الحياة هذا المعنى العظيم يعني منتشر في كثير من الآيات والأحاديث حتى يعني تشيع في الحكم أن هذه الصحة وهي نعمة عظيمة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه ولا يشعر به إلا من يفقد هذه النعمة وحتى الشاعر يقول أني وإن كان حب المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد يعني مهما نذكر من نعم تانية كتير مال وغيره وغيره إلا أن تبقى صحة الجسد هي الرقم واحد أنا عمره فيما أفناه يعني خليني أقول حاجة أنه البعض يقول أنا ما بدرش حد أنا بدر نفسي فليه تحاسب ما أنا يعني أنا لو أنا مثلا بعض الناس تقولك أنا بشرب سجير أو أنا بشرب مخدرات أنا ما بدرش حد أنا بدر نفسي ربنا بيحسبنا إزاي على ده ويجب أن نحن نفهم أولا أن هذا الجسد وصحته وسلامه نعمة ومسئولية وأمانة يعني مش الإنسان حر طليق كده يتصرف فيها كيفما شاب يقول أنا بتناول شيء وأثر علي أنا فقط لا هي مش ملكك نفسك ديت وبدنك وسلامة حواسك مش ملك لك أن أنت واخد حاجة على بيض كده أن أنت تفعل به ما تشاء أنت مقيد بأن هذه أمانة يعني أعطاها الله لك ومنحها لك في حين أنه في آخرين فقدوا هذه النعمة ستسأل عن نعمة العافية ونعمة صحة البدن ونعمة سلامة الحواس أن أنت استعملتها في إيه أضريت بها ليه وهي ما كانش لك حق الاعتداء على هذه النفس الإنسانية المكرمة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم يعني الإنسان ما يفعلش ما به هلاك نفسه ولا الآخرين يعتدوا على هذا الإنسان اللي هو يعني أعظم حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقه طيب من يفرط في التعامل مع جسده أو مع صحته ويختر بصحته أحيانا يقولك طيب أنا لسه قدامي العمر أو غيره على قناعة أنه ممكن يعوض ما يحدثه من ضرر في المستقبل الناس دول أو الأشخاص دول اللي هما عندهم حالة من حالة الغرور بالصحة أو الغرور بالعافية الشرع بينظر إليهم إزاي؟ الشرع بيقول لهم خلي بالكم أنتوا دلوقتي في هذه الأمانة في امتحان ومسؤولية ومساءلة ستسألون عنها فالإنسان يقدر هذه النعمة ولا يغطر بوقت الصحة والشباب أنه يضيعه أنه هو يهمل فيه أنه هو يتعد عليه فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما قبلاه يعني هذا الشباب اللي هو زروة النشاط والجد والاجتهاد والصحة والعافية وظفته في إيه؟ إذا كنت في وقت صغرك أو في وقت كبرك أنت معذور بالصغر أو بالكبر فإنت في وقت الشباب ما كانش يليق أن أنت تهمل أو تغطر أو تضيع هذه الصحة فيما لا يفيد وفيما لا يبني ولا ينفع النفس ولا المجتمع ولذلك يعني هذه النعمة يقولوا هي موجودة مجهولة محدش يقدرها قدرها تعرف عندما تفقد صحيح عندما تكون مفقودة نعرف ونقدرها قدرها طيب هل حكم الدين على المخدرات أو على من يتناول المخدرات زي الخمر كده؟ بأنها بتذهب العقل؟ نعم إحنا نقول أن كل ما يثبت أنه ضر بالإنسان هذا المخلوق المكرم حرمت ومنعت منه الشريعة الغراء ومنعت المكلفين أنهم يقدموا على ما فيه الضرار بنفسهم أو بغيرهم ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا ضرر ولا ضرار يعني الإنسان لا يضر نفسه ولا يجوز له أنه يضر الآخرين لا يجوز أنه يعتدي على نفسه بما يتلفها أو يهلكها أو يعطل أو يقلل كفاءة الحواس وسلامتها ولا أنه يعتدي على الآخرين ولا أنه يضر بيهم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هذا المعنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك بل إنسان ما فيه هلكة ما فيه ضرر ما فيه أذى لنفسه أو للآخرين لا يجوز أنه يقدم عليه ولا يجوز أنه يتجرأ على هذه النفس اللي هي نفسه أو نفس الآخرين اللي ربنا سبحانه وتعالى كفل لها العصمة والحفظ ومنع أي اعتداء حماها من أي اعتداء ممكن أنه يقع عليه تقدير الضرر بيكون نسبي بيختلف من شخص لآخر يعني ممكن حد يرى الضرر فيه الإفراط في الطعام الأكل مثلا حد الإفراط في شرب القهوة مثلا في التدخين في غيره هل فيه مقياس أو معيار لتحديد أن هذا الأمر ضار وسيترتب عليه محاسبة فيما بعد ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قانون عظيم بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا فحد الإسراف ومجاوزة الاعتدال في أي شيء يضر بالإنسان ومن هنا منعت منه الشريع ولذلك كانت هذه الآية وهذا القانون جامع فيه صحة الإنسان ومانع أنه يضر بنفسه أو يعني يقع فيما يؤذي هذه النفس حتى في الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محال فسلس لطعامه سلس لجراسه وسلس لنفسه عشان يعطي هذه النفس حقوقها عشان لا يظلمها لا يتعدى عليه يعطيها ما يقيمها ما يحفظها ما به تكون سلامتها ويمنع عنها ما يضرها من إسراف من مجاوزة الاعتدال حتى وإن كان الشيء في أصل مباح لكن مجاوزة حد الاعتدال فيه منعت منه الشريع فإحنا بنتكلم عن الأكل والشرب اللي هو في الطبيعي مباح وحلال لكن الشريع نبهت على أن الإنسان لا يتجاوز حد الاعتدال فيضر نفسه ويضر صحته اللي هي أمانة واتفقنا أنها نسأل عنها أمام الله عز وجل طب ده بقى بالنسبة للي بيدر نفسه ويدر صحته اللي بيقدم خدمة ضر بيها غيره ويدر صحت غيره حكمه أي في الإسلام لا شك أن ده مما حرمته الشريعة ومنعت منه أن احنا قلنا لا يجوز للإنسان أنه يضر بنفسه ولا يضر بالآخرين ولا يساعد ولا يقدم ما فيه إضرار للآخرين لأن ده يعني فيه نوع من الاعتداء حتى وإن كان اعتداء غير مباشر أنا لما قدمت هذا الشيء الضر أو المؤذي أو الذي يعود سلبا على صحة الناس وعلى صحة الأفراد حرمت منه الشريعة الإسلامية ومنعت أن الإنسان يكون حلقة مما فيه إسم عز وجل البعض بيبرر يقول أنا مالي أنا بقدم خدمة هم اللي يقولي لغاية عندي وطلبين مني الخدمة فأنا بقدمها الإسلام نبه على أن الإنسان يحرص على الكسب الطيب والكسب الطيب معناه أن الإنسان لا يقدم ولا يتاجر ولا يبيع إلا ما هو حلال من وجهة وعن ماله من أين اكتسبه ولذلك هيسأل عن ماله زي ما حضرتك بتقولي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق فلذلك الإنسان ما يغطرش أنه هو بيقدم شيء ويقول ده هو الطلب ده هو لا أنت محاسب كما هو أيضا محاسب محاسب على أن أنت اكتسبت من كسب غير طيب كسب حرام كسب لا يرضي الله عز وجل وقدمت ما فيه إطلاف للنفس الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظها وكفى لها كافة السلام حابين من حضرتك حتى نوضح لسادة المشاهدين هذه الأمانة أو النفس اللي احنا هنسأل عليها يوم القيامة أهمية الحفاظ على النفس ليس فقط بشكل ذاتي أنا أحافظ على نفسي ليس لي ولكن للمجتمع لأنه مهمة ووظيفة الإنسان على الأرض أن يعمر هذه الأرض فعايزين نوضح الجانب ده أن الحفاظ على النفس ليس حفاظا فقط بشكل ذاتي ولكن ده لخدمة المجتمع وأهل بيتك والناس وكل من يمكن أن ينتفع بك زي ما حضرتك فضلت أنه ما فيش أي مهمة من المهام الدينية والدنيوية بيمكن أن أنا أقوم بيها إلا من خلال صحة الجسد وسلامة الحواس أن أنا أقوم بعبادات مطلوبة مني من صلاة من صيام من حجر أن أنا أقوم تجاه نفسي وتجاه ما هو مطلوب مني أن أنا مسؤول عن أسرتي أهل بيتي أسعى وأكتسب وأنفق عليهم أن أنا مطالب أمام مجتمعي بالمتطلبات أن أنا أنفع وأعمر وأبني وأمنع أي أنواع من أنواع الاعتداء على هذا الوطن لن يكون إلا بسواعد قوية وحواس سليمة وعقول يعني بنيت بناء علميا سليما ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يبقى قوة وسواعد أبناء هذا الوطن شيء مهم جدا لحفظ وسلامة الأوطان لحفظ المجتمعات للقيام بكل بناء وتعمير وعمران ونفع للنفس وللناس وللمجتمع ده مطلوب أن الإنسان يحافظ عليه ويعني يقوم بما أمرت به الشريعة في كل جانب يحفظ هذه النفس وفي كل جانب أيضا منعت أنه يأتي منه ضرر أو اعتداء أو أذى على هذه النفس اللي هيكون بها كل هذه الأشياء اللي احنا بنطلبها من سلامة وحفظ الأوطان وقوتها وإن هي تكون متسنمة السلام العز والمجد والريادة والنهضة كل قوم النهاردة بتوع تفكر أنا أنا يعني قادر أزرع إيه في أولادي فيجبروا ما يتأثروش بما يملي عليه سواء الصحاب أو زي إبني ما يتأثرش بالصحاب صحاب السوق أو اللي بيشوفوا على السوشيال ميديا أو حتى مجتمع من حواليه أين كان هو بيمر بإيه من مرحلة سنية أو غيره أو غيره الولاد في سن صغير شوية في المرحلة المراهقة بيحبوا يجربوا الحاجات اللي هي زي السجير بساعة كثيرة مخدرات الحاجات دي أزرع إيه في إبني من صغره عشان أحميه من الأفكار دي وأحميه من صحاب السوق وحميه أنه هو ينخرط في مثل دي الممارسات اللي ممكن تضر بيه في المستقبل يضمن أو يضمن الحاجات دي كلها جميل جدا ملمح أن احنا أولادنا وهم أمانة هنسأل عليهم أمام الله عز وجل جميل الصحة والعافية نعمهم وأمانة سنسأل عليهم أمام الله عز وجل أول حاجة ما يجب تجاه هذه النعمة العظيمة نعمة الأولاد وحفظهم وحفظ صحتهم وسلامتهم اللي ده مطلوب أولوية من الأولويات اللي بتقوم عليها الأسر أول حاجة أن أنا أكون قدوة صالحة ونافعة أمام ابني سواء الأب أو الأم أنه هو ما يكونش فيه عنده عادات سيئة بيستغطر بيها بيعملها ويقول أنا كبير أنا المسؤول أما ابني أنت ما تعملش ما تشوفش أو ما تقلدنيش قال لدنيش لا هو إحنا قدوة لأولادنا ومهما نقول من كلام هم لا يقتنعون إلا بما يروه بأعينهم يبقى الأب والأم ياخدوا بالهم أنهما قدوة يبقى يبتعدوا أول ما يبتعدوا عن العادات السيئة عن ما فيه استهتار وعن ما فيه اعتداء على هذه الصحة والعافية اللي هي أمانة ونعمة سنسأل عنها أمام الله الأمر الثاني بما يخص أولادنا هيمروا بمراحل ولهم أصدقاء وأصحاب أنا أغرس في ابني إزاي أنه يكون عنده ثقة بنفسه ثقة يعني إيه هو معتد بذاته بتفكيره بقناعاته بقيمه اللي تربى عليها أن النفس دي شيء عظيم حفظها وسلامتها أمانة سنسأل عنها أمام الله لما أغرس في هذه القيم وهذه المعاني أكيد لما هيشوف صديق أو هيشوف موقف أو هيشوف أي حاجة قدامه مش هيسعى أنه هو يجربها من باب الفضول لأنه هو له قناعات وقيم تربى عليها وتأصلت فيه وغرست فيه قدوة صالحة أمامه في البيت وأب وأمه وكل الدائرة المحيطة بتحفظ هذه النفس وتحفظ سلامتها إيبا هو عنده ثقة في نفسه عنده ثقة في ما يقتنع به مش هيجري أنه هو يجرب الحاجة دي عشان يثبت رجلته أو هيشرب الحاجة دي عشان يثبت أنه هو يعني البطل لا هو مقتنع بذاته مقتنع بمبادئه اللي احنا بنقول وهيجب أن الأسر ترسخ فيه الضمير وأولادها بداخله ربنا يودي من الصحة والعافية على الجميع هي النعمة الأهم والمقصد المقاصد زي ما حضرتك قلت وزي ما قال رسولنا الكريم يعني من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذفيرها فهي نعمة الدنيا الأولى هي نعمة الصحة وأشكرها شكرا جزيلا الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الصادق عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية نورتنا وشرفتنا أشكر شكرا لحضرتك شكرا لك يا فندم